موسيقى طابة أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها بالعنام صحيفة الأيام وكالة عالمية تتحدث عن امرأة يمنية سارت على أقدامها شهرا كاملا من حيس إلى المخا ومن يمن منتر رجال أعمال في صنعاء يرفضون عرضا حوثيا بشراء خدمات الدولة ومن العرب الجديد مليار دولار لتأهيل مؤسسة تيتعيز ومن صحيفة الشرق الأوسط مئات الأطباء في كندا يحتجون ضد زيادة رواتبه موسيقى أهلا بكم أحتاجت اليمنية سهام علي إبراهيم شهرا كاملا لإكمال رحلتها الخطيرة من قريتها قرب مدينة حيس إلى المناطق الواقعة على الساحل الغربي لليمن التي تتمتع بأمان نسبي وغالبا ما كانت تعبر خطوط القتال سيرا على الأقدام والآن تعيش سهام في كوخ من القش مع ثلاث أسر أخرى بينهم تسعة أطفال خارج مدينة المخا حيث يعيش الكثير من النازحين اليمنين في أماكن إيواء مؤقتة أقامها ووفقا لصحيفة الأيام التي نقلت تقريرا عن النازحين في المخا ورد في وكالة روتارز دمر صراع مستمر منذ ثلاث سنوات اليمن حيث تخوض حكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي المدعوم من تحالف العربي بقيادة السعودية حربا لترضي الحوثيين من المدن التي استولوا عليها في سلسلة من العمليات منذ عام 2014 وقالت إشراق السباعي وكيل وزارة الصحة خلال زيارة لمستشفى المخا العام وهو المنشأة الطبية الوحيدة في الساحل الغربي الخاضع لسيطرة قوات التحالف إن عدد النازحين وصل تقريبا إلى أربعين ألف نازح والآن هناك تزايد أغلب النازحين يأتون من مناطق القتال مثل حيث التي تبعد نحو تسعين كيلو مترا ويضيف التقرير لا يزال الصيد وهو المصدر الرئيسي لدخل غالبية السكان المحلين خاضع لموافقة قوات التحالف فقال عدد من الصيادين لرويترز أن التحالف سمح لهم بالإبحار مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع وقال أحد الصيادين بينما كان ينتظر في طابور للحصول على المساعدات التي يوزعها الهلال الأحمر الإماراتي على الأقل لم يكن عند الحوثين مشكلة مع قواربنا تعد تعز من أكثر المدن جفافا في الوطن العربي في حين تزداد الأمور سوءا في الريف الشمالي والغربي للمدينة فخلال السنوات الأخيرة تتعرض الآبار في معظم الأرياف للجفاف مع حلول فصل الشتاء ويعانون الموقع بوست ثلاث سنوات من الحرب تعز تواجه أكبر أزمة للجفاف يقول أهالي قرية الريف الشمالي إن قراءهم لم تعد تتعرض الأمطار بكميات كبيرة كما في السابق فضلا عن تزايد كبير في عدد السكان وبالتالي كمية الاستهلاك أما مؤسسة المياف المحافظة وفقا للموقع فقد أرجأت هذا الجفاف إلى أكثر الحفر أو إلى كثرة الحفر العشوائي للأبار ما أدى إلى خلل في الأحواض المائية بسبب الجفاف أو تسبب في الجفاف تقرير حديث لصليب الأحمر أشار إلى توقف ضخ المياه إلى تسع مدن يمنية مؤخرا فضلا عن خمسة عشر مليون شخص يجدون صعوبة في الحصول على المياه حيث تحضى تعز بالنصيب الأوفر من هذه الإحصائيات الأمر في نهاية المطاف يختصره سؤال بسيط من يكترث حقا بالإفراج عن هادي جاء هذا السؤال في افتتاحية صحيفة القدس العربي والتي قالت في افتتاحيتها اليوم طلب وزير الدولة اليمني صلاح الصياد بخروج التظاهرات وتنظيم الاعتصامات من أجل عودة الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي إلى اليمن واعتبر أن هذه الخطوة تضمن شر هزيمة للميليشيات الإيرانية في اليمن ومن المعروف أن هادي غادر مقره الرئاسي في العاصمة صنعاء مطلع العام 2015 بعد انقلاب الحثي وهو يقيم في العاصمة السعودية الرياض ويتردد أنه تحت الإقامة الجبرية هناك دعوة الصياد متأخرة أولا لأن هادي لم يعد إلى مقر الحكومة المؤقتة في عدن منذ أكثر من عام وكان حريا بالأصوات المطالبة برجوعه أن تصدر في وقت سابق أو على الأقل حين منعت طائرته من الهبوط في مطار عدن بقرار من قائد حراسة المطار المدعوم من الإمارات وهي ثانيا دعوة لن تبلغ أسماع غالبية المواطنين في اليمن شمالا وجنوبا في الواقع إذ ما الذي سوف يحث ومع للتظاهر تأييدا لرئيس شاء بنفسه الارتماء في أحضان التحالف السعودي الإماراتي وردخل سلسلة الاشتراطات السياسية التي وضعتها الرياض وأبو ظبي تحت مظلة عاصفة الحزم ويعتبر مشاركا في المسؤولية المباشرة عن جرائم الحرب التي يرتكبها التحالف بحق الملايين من أبناء اليمن ثم من يصدق أن عودة هادي ستتكفل حقا بإلحاق شر هزيمة بالحوثي وهو الذي عاد سابقا فلم يندحر انقلابيون على يديه ثالثا أن الصياد لا يتمتع بمصداقية كافية تؤهله لحث اليمنيين على التظاهر والاعتصام للمطالبة بالإفراج عن هادي فهو التحق به إلى السعودية وشارك في تنظيم مؤتمر الرياض الذي أمن الغطاء لانطلاق عمليات عاصفة الحزم ويشغل منصب أمين عام حزب الشعب الديمقراطي الذي لا تعرف له شعبية ملموسة تخوله الحق في حث الناس على الخروج إلى الشوارع بعد أن دمرت كل شيء فيها وجعلتها سلعة معروضة للبيع ميليشي الحوثي تعرض ما تبقى من خدمات مؤسسات الدولة للبيع وفقا لموقع إخباري فإن رجال أعمال في صنعاه يرفضون عرضا حوثيا لشراء خدمات الدولة وقال موقع يمن منوتر إن كبار التجار أحجموا عن الاكتتاب لدى البنوك وشركات الصرافة للمشاركة في تأسيس شركة مساهمة أو مساهمة للاستثمارات الاستراتيجية وهي مشاريع تسحب البساطة من الوزارات والمؤسسات الحكومية لشركات استثمارية تفرضها جماعة الحوثي على التجار ونقل مراسل يمن منوتر مضى أكثر من شهر منذ إطلاق حكومة الحوثي غير المعترف بها دوليا لما يسمى الاجتماع الأول لمجلس المال والأعمال في يناير الماضي دون الوصول إلى نتائج واقعية ملموسة لإقناع من يملكون رأس المال الوطني في المشاركة بهذه المشاريع وأضاف المراسل أن عبدو بشر وزير التجارة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها استدعى الغرفة التجارية وعدد من التجار بصنعها كمحاولة خامسة لإقناعهم بالاكتتاب والتسجيل لدى البنوك لكنهم ما يزالون متخوفين من الخطورة التي قد تطيح برؤوس أموالهم دون فائدة وتهدف هذه المشاركات والمساهمات إلى أن يقوم الحوثيون ببيع معظم أدوار الحكومة ووظائفها للقطاع الخاص ويمكن لرجال العمال احتكار الخدمة لصالحه والتي تشمل الطاقة والنفط والغاز والاتصالات والبناء والثروة السمكية والقمح والمطاحن قال موقع أخباري يمني أن هناك تحركات عسكرية هامة في حضر موت وأن الجيش في وادي حضر موت يوجه بمنع المظاهر المسلحة ويتواعد المخالفين بالضرب بيد من حديد وقال موقع الحرف 28 أن قيادة المنطقة العسكرية الأولى أصدرت توجيهات حاسمة لكافة الوحدات والنقاط العسكرية بتعزيز الأمن والاستقرار ومنع المظاهر المسلحة في وادي حضر موت وقال مصدر عسكري أن الإجراءات العسكرية جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس هادي لقادة المنطقة بتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرتهم والضرب بيد من حديد لكافة العناصر الارهابية والخارجة عن القانون وأضاف المظر أن حماية المواطنين وممتلكاتهم من المهام الرئيسية وثابتة للجيش الوطني وأن وادي حضر موت كان وسيظل نموذجا يحتذا به في كل المحافظات المحررة وسيظل أبناء المحافظة والجيش يدا واحدة لردع من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار آلة الزمن تحت هذا العنوان كتبت سبا حمزة مقالها المنشور في العرب الجديد مضيفة في أجزاء من المقال كابلنا ونحن نعتقد أن الزمن يسير في خط مستقيم في اتجاه واحد فقط ولذلك كان الانتقال عبر الزمن محض خيال ثم أخبرتنا الفيزياء بإمكانية حدوث ذلك وطرح أينشتاين نظريته الخاصة ووضع ستيفن هوكينغ نظرية أخرى لكن التطبيق يبدو مستحيلا على الأقل في الوقت الحالي أو المستقبل القريب لقد تعلمنا أن الأسطورة محض خيال وأن العلم هو الدليل القاطع ثم رأينا العلم يصادق الأسطورة والخيال يتحول إلى حقائق والمستحيل يصبح ممكنة تقف في أرض بعيدة عن بلادك آلاف الكيلومترات بدون فارق زمني في الوقت لكنك تعلم يقينا أنك تعيش في عصر مختلف تتقدم الأمم نحو المستقبل وتسافر بلادك إلى الماضي البعيد وتقف أنت بين الأسطورة والعلم كتفسير منطقي للظاهرة المستحيلة تقرر أنك ستترك ماضيك وتنتبه لمستقبلك لكنك تفاجأ بالماضي يعود إليك في كل مرة مهما حاولت إخفاء طريقك عنه ذلك أنه لا حاضر ولا مستقبل لك بدون الماضي تحاول أن تتنصل من حياة سابقة وتبدأ من جديد لكنك تفاجأ بأنك أصبحت غير مرئي هذا لأنك لست مجرد طول وعرض وارتفاع أنت لست ذلك الآخر الذي يقف أمامك عندما تمر بجانب المرأة كل صباح أنت هو وأشياء أخرى كثيرة لا يستطيع الضوء أن يعكسها لك لتراها هذه هي وظيفة الذاكرة وهذا هو الزمن بعدك الرابع أسباب عديدة تجبر موقع عدن الغد على الاهتمام بالماضي القريب الذي عاشته مدن الجنوب حتى وقت قريب وينشر الموقع موضوعا عن ما كان يحصل في أبيان قبل عقود وأقرى الموقع في تقرير كتبه محمد ناصر العولقي إن البريطاني براين جوزيف هيرتلي تقدم بطلب إلى وزارة المستعمرات يأمل فيه تعيينه خارج بريطانيا وعلى الأخص في إحدى المستعمرات في أفريقيا تم تعيينه في عام الف وتسعمية وثمانية وثلاثين مديرا للزراعة في محميات عدن وأبيان ولحج والضالة وفي ذلك العام زار هيرتلي المنطقة حيث كانت بين السلطنتين حينها حروب مستدامة على الحدود والمياه حتى أن أحد المسؤولين الإنجليز رفع تقريرا يقول فيه أن هذه الحروب لن تنتهي إلا بانتهاء جميع السكان في هذه المنطقة وقال تقرير الموقع أن البريطاني اقترح ووضع خطة لتنفيذ مشروع لجنة أبيان الزراعية كاستثمار مشترك بين السلطنتين الفضلية واليافعية لهدف إقامة علاقات اقتصادية ومصالح مشتركة تقضي على الصراعات والحروب بينهما كما تؤمن أيضا الحاجة إلى تموين القوات البريطانية في المستعمرات أو في المستعمرة بالحبوب والخضار والفواكه وبالنظر إلى صعوبة وخطورة الامدادات بالغذاء عن طريق البحر أثناء الحرب العالمية الثانية في عام 1942 وحدد جبل خنفر ليكون موقعا لمباني ومساكن المسؤولين الأجانب في لجنة أبيان كانت جعار حينها مجرد مساكن فيها خمس أو ست عشش وبتأسيس اللجنة توافد الناس عليها من كل مكان في اليمن فزاد عدد المساكن إلى خمسمائة عشة ومسكن عام 1948 ثم أخذت جعار تكبر وتتوسى حتى تحولت في ظرف مدة بسيطة إلى ثالث أكبر المدن في الجنوب بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته والصعب العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة قوم معنا حين تتجه بناظريك إلى ما هو حولك تكتشف جمال كل شيء تتعرف من خلال ما شاهدت قانوناً واحداً من القوانين المعرفية تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة ستعلم عندها أن الأقرب منك أن وضعنا العالم بين يديك أهلاً بكم من جديد نشرت صحيفة القاردين مقالاً بعنوان عار بريطانيا واجب بريطانيا انتقدت فيه المقاربة البريطانية في التعامل مع الدور السعودي في مأساة اليمن واعتبرت الصحيفة أن اختتام زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لبريطانيا تزامن مع إعلانين مهمين الأول صفقة مساعدات قيمتها 100 مليون جنيه السرليني وصفت فوراً على أنها عار وطني بينما تقول وزارة التنمية الدولية البريطانية أنها ستعتمد على مجموعة من الخبراء لدعم البناء التحتية في الدول الفقيرة يقول منتقدوها أن هذه الصفقة جاءت لتنظيف صفحة المملكة العربية السعودية لدورها الرئيسي فيما يجري في ياليمان الأعلان الثاني فكان من قبل شركة أنظمة بي اي اي للصناعات الدفاعية إذ كشفت عن إتمام صفقة طال انتظارها بتقديم 48 طائرة تايفون مقاتلة للسعودية وتمتلك السعودية 72 طائرة في إسطولها الجوي حاليا ويستخدم بعضها حاليا في الحرب في اليمن ونقلت الصحيفة عن الحملة ضد تجارة الأسلحة والتي تتخذ من لندن مقرن لها أن الحكومة البريطانية منحت رخصا بصفقات سلاح للسعودية بما قيمته أربعة مليارات وستمائة مليون جنيه استرليني منذ بدء حملتها الجوية في اليمن عام 2015 ثلاث سنوات مرت على اندلاع الحرف في اليمن كانت لها آثار ضخمة على تدمير البنة التحتية ومؤسسات الدولة في معظم المحافظة اليمنية لكن كما تقول صحيفة العرب الجديد محافظة تعز البالغ عدد سكانها أكثر من أربعة ملايين نسمة كان لها النصيب الأوفر من الأضرار التي طالت كل مناحي الحياة ومع مطلع العام الحالي بدأت تحركات من قبل المسؤولين في تعز ومعهم نشطاء مدنيون لعادة تأهيل المؤسسات الحكومية الرئيسية من أجل إحياء الخدمات للمواطنين وأصدر مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقريرا تضمن تكلفة المرحلة الأولى لعادة تأهيل بعض القطاعات الحكومية خلال عام 2018 وبحسب التقرير الذي حصلت العربي الجديد على نسخة منه فإن تكلفة المرحلة الأولى تقدر بنحو 1 مليار و 200 مليون دولار تشمل إعادة تأهيل تسع قطاعات هي التعليم والصحة والسكان والنقل والسياحة والشباب والطاقة والمياه والاتصالات تعريف والانتخابات والديمقراطية تحت هذا العنوان كتب روي غري نيبغريغ مقاله المعاد في صحيفة الغد وجافيه لا يوجد بعد وصفة جاهزة للديمقراطية لكننا نستطيع الاتفاق على أن المكونات يجب أن تحتوي على الضمانات الأساسية لحرية التعبير والانتخابات الحرة فإذا لم يكن لديك الحق في أن تتكلم بحرية ضد أولئك في مواضع المسؤولية وبالتالي عدم ترشيحهم للسلطة فإنك تعيش في ظل نوع من الحكم لا يمكن وصفه بأنه ديمقراطي خلال الأيام الماضية ذكرتنا الصين أكبر أتوكراطية في العالم عن غير قصد بما هي الديمقراطية صحيح أن قلة يعتبرون ذلك البلد أي شيء يقترب من الديمقراطية منذ ثورة العام 1949 التي جلبت عقودا من ديكتاتورية موت سي تونغ القاسية لكن قرار الزعيم الشيوعي الصيني في ذلك الوقت في أوائل الثمانينيات تهديد الرئاسة بفترتين كل منها خمس سنوات أعطت على الأقل انطباعا عما يشبه التجديد لكن الزعيم الحالي نقض هذا التقدم في الأيام الأخيرة عندما اتجه تشيجنبينغ إلى تمديد فترة حكمه إلى موراء العام 2023 معطيا نفسه حق الحكم إلى أجل غير مسمى أما المكون الآخر للديمقراطية حرية التعبير فالسيطرة عليه تبقى أصعب على السلطات القائمة في بكين وقد لاحظت هيئة رذاعة البريطانية بي بي سي أن قرار إنهاء حدود ولاية الرئيس أثار موجات من النقد على مواقع التواصل الاجتماعي الصيني سايناويبو ولم يكن من المفاجئ أن يتدخل المشرفون سريعا ليمنع تداول عبارات أساسية من نوع لا أوافق وفترة انتخابية وتنصيب المرء نفسه إمبراطورا إحدى أكبر نقاط الضعف في دولة ديمقراطية هي أن المطافة يمكن أن ينتهي بأشخاص سيئين إلى مواضع المسؤولية لكن الترياق الوحيد بطبيعة الحال هو أن الديمقراطية نفسها هي التي تضمن أنهم لن يظلوا هناك إلى الأبد ومن الصحافة الفرنسية تحديداً صحيفة لموند نطالع لكم موضوع يحمل عنوان النووي الكوري ما الذي يجب أن تنتظره من لقاء كيم جون أون ودولاند ترامبا تقول الصحيفة ما زالت التساؤلات قائمة حول الشروط التي ستفرضها كوريا حول اللقاء المستقبلي الذي أعلن عنه يوم الجمعة وأتضيف الصحيفة في ترجمة خاصة لقناة بالقيس بتفاجأ وأرتياح عليمة كوريا الجنوبية في الجمعة الماضية أن الرئيس الأمريكي سيقابل الرئيس الكوري الشمالي والذي من المحتمل أن يكون في مايو فيما يتوجب أن تعطي اللقاءات في الأشهر المقبلة بين الكوريتين في إبريل ثم في أمريكا وكوريا الشمالية فيما بعد المجال للسلام بعد سبعين سنة من التوتر وتمثل هذه التطورات موضع اعتزاز لمواطن كوريا الجنوبية فرئيسهم هو الوسيط ولأول مرة في تاريخهم تظهر كوريا الجنوبية بأنها المبادرة في عادة تشكيل الحالة السياسية في شبه الجزيرة الكورية ما زال أحد الأخبار القادمة من كندا متصدراً للمواقع الأخبارية والصحافة وعنونا الصحيفة الشرق الأوسط مئات الأطباء في كندا يحتاجون ضد زيادة رواتبهم وقالت الصحيفة في خطوة قد تكون غريبة من نوعها قام مئات الأطباء بمقاطعة كيبيك الكندية بالاحتجاج على رفع أجورهم قائلين رواتبهم عالية جداً ولا تحتاج إلى زيادة بحسب صحيفة واشنطن بوستر أمريكية فقد قام أكثر من سبعمائة طبيب بالمقاطعة بالتوقيع على عريضة احتجاج على الأنترنت يطالبون فيها الحكومة بإلغاء قرار رفع رواتبهم وتفيد الصحيفة كتب لطباء في العريضة نحن أطباء كيبيك نعارض الزيادات الأخيرة في الرواتب التي تتفاوض عليها لاتحادات الطبية لدينا تضيف رسالة ألاطباء ضميرنا لا يقبل أن تزيد أجورنا في حين أن رواتب طاقم التمريض لا يوجد زيادة بها وفي حين أن المرضى يعانون من ضعف الخدمات المقدمة لهم وتتابع الصحيفة يذكر أن رواتب الأطباء في كيبيك مرتفعة بالفعل حيث يقدر متوسط راتب الطبيب سنوياً بنحو أربعمائة وثلاثة ألاف دولار من صحيفة الدلي تيليغراف وفي جولتنا المصورة لهذا اليوم سنعرض لكم مجموعة صور ساحرة ومتنوعة نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نترككم مع مجموعة من رسوم الكريكاتير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر